موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم صدر اليوم قرى الرئيس الجمهوري رقم 180 لعام 2018 بشأن تعيين رئيس للحكومة فيما يلي نص القرار بعد الاطراع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها تنفيذية الموقعتين بتاريخ الثالث والعشرين من شهر 11-2011 ونتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وعلى حالة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد وخصوصا انهيار العملة المحلية ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصب إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد قرر الآتي مادة واحد يعفى الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء ويحال للتحقيق مادة اثنين يعين الأخ الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء مادة ثلاثة يعين الأخ الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي نائبا لرئيس مجلس الوزراء مادة أربعة يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم مادة خمسة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية بالتاريخ السادس من صفر عام الف واربعمائة واربعين الموافق الخامس عشر من أكتوبر الفين وثمانية عشر بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بلقية تهنئة لنظيره التونسي الباجي قائد السبسي هنأه فيها بمناسبة ذكر الجلائل بلاده وعبر الرئيس الجمهورية في البلقية عن أصدق التهاني لفخامته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب اليمهورية التونسية الشقيق التقدم والازدهار أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالات هاتفية لمتابعة الوضع في محافظة المهرة جراء العاصفة المدارية لبان تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ببدل أقصى الجهود لإغاثة وإنقاذ أبناء المحافظة حيث أجرى اتصالات بمحافظ المحافظة راجح سعيد باكريت والمسؤولين في المحافظة للإطلاع على الوضع الجاري جراء تدفق السيول في مركز المحافظة وعدد من المديريات والجهود المبذولة للتخفيف من الأضرار وإنقاذ العالقين كما أجرى نائب الرئيس اتصالات هاتفية بكل من قائد القوات المشتركة صاحب سمو الملكية لمير فهد بن تركي شرح لهم طبيعة الوضع في المهرى وما تتطلبه من نجدة أخوية لتفادي الوضع الأشد كارثية اطلع نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه وكيل أول محافظة المهرى مختار محمد سعيد على مستجدات الأوضاع وحركة العاصفة المدارية لبانة التي ضربت عددا من مديريات المحافظة وسببت أضرار مختلفة واستمع نائب الرئيس إلى مجز عن الأوضاع في المحافظة بشكل عام والأضرار الناجمة عن العاصفة وجهود الإنقاذ والإجلاء والإسعافات للمصابين بشكل خاص وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن تنتهي العاصفة بالسلامة وبأقل الخسائر أطلع وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوعة خلال لقائه نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على الجهود المبذولة لإعادة توفير خدمة الكهرباء في محافظات الجمهورية ومنها المحافظات المحررة ونوها نائب الرئيس إلى ما أحدثه الإنقلابيون من تدمير للبنية التحتية للكهرباء واستهداف ممنهج وعمل تخريبي في وقت كانت الشرعية حريصة أن تشمل هذه الخدمة كل المحافظات في الأخبار الميدانية حقق أبطال الجيش الوطني في مديرية حيدان بمحافظة صعدة تقدما كبيرا بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث الإنقلابية وباتوا يتمركزون في مواقع قريبة من منزل الصريع حسين الحوثي بمسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات وقال قائد اللواء الثالث عروب عبد الكريم السدعي أن قواته تغلغلت بشكل كبير في عمق قوات الميليشيات في جبال مران وتحديدا في عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تكبدت خلال هذه المعارك خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية بالإضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والدراجات النارية أوضحت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية وبعد الهزائم التي تلقتها جنوب مدينة الحديدة قامت بقصف منازل المواطنين في مدينة التحيطة وأوقعت ضحايا من المدنيين كما طال القصف تجمعات سكانية في مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه ومديرية حيس فيما تواصل قوات الجيش الوطني تمشيط المزارع التي يستخدمها عناصر الميليشيات الإنقلابية في إطلاق قثائف الهون وصواريخ الكاتيوش على التجمعات السكنية ومخيمات النازحين وتواصل في ذات الوقت وحدات هندسية أخرى نزعى حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية في الطرقات وفي المزارع وبالقرب من المنشآت الخدمية التي أوقعت العشرات من المدنيين ضحايا لهذه الألغام نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر